بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله الدرس الخمسون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجي بي منه يا سودة فلم يرى سودة قط بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين هذا الحديث وما بعده في بيان ما يلحق به النسب إذا كان هناك شخص مجهول مجهول النسب واختلف فيه المدعون كل يدعي أنه تبعا له النبي صلى الله عليه وسلم وضع قواعد في هذا فالولد أول ما يلحق بالفراش يلحق بالزوج يلحق بزوج المرأة التي ولدت هذا المولود وهي في عصمته ثانياً إذا لم يكن هناك فراش فإنه ينظر إلى النسب فإنه ينظر إلى الشبه إلى الشبه فمن ظهر شبهه لأحد المدعين يلحق به والذين يعرفون الشبه هم القافة الذين يقصون الأثر ويعرفون أشباه الناس يسمون بالقافة فهذا الحديث هو من النوع الأول أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه اختصمه وعبد بن زمعة رضي الله عنه في مولود من امرأة مملوكة لوالد عبد لزمعة مملوكة لزمعة وكان يطعها بملك اليمين فولدت هذا المولود لكن كانوا في الجاهلية يؤجرون الجواري للزنى ويأخذون من كسبهن ولهذا قال الله جل وعلا ولا تكرهوا فتياتكم يعني المملوكات هذا على ما كان في الجاهلية على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي فهو حرام نهى عن مهر البغي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن فلما كان عتبة بن أبي ورقاص أخو سعد رضي الله عنه كان قد فجر بهذه الجاهلية فجر بها في الجاهلية على ما كانت عادتهم أوصى أخاه سعدا لأن هذا الولد له فطالب به سعد بناء على وصية أخيه وأيضا وجود الشبه إن فيه شبها من عتبة بن أبي ورقاص ولهذا قال سعد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ننظر إلى شبهه وقال عبد بن زمعة هو أخي ولد على فراش أبي بالتسري فهذا يدعي الشبع وهذا يدعي الفراش الفراش أقوى فحكم به صلى الله عليه وسلم لعبد بن زمعة وقال الولد للفراش يعني لمن كانت لمن كانت زوجة له وللعاهر يعني الزانيها الحجر وهو الرجم وقيل الحجر معناه الخيبة والخسارة فلها الخسارة والخيبة ثم قال صلى الله عليه وسلم احتجي بي منه يا سودة سودة بن زمعة أم المؤمنين أم المؤمنين احتجي بي منه نظرا للشبه فهذا من باب الاحتياط من باب الاحتياط أمرها بالاحتجاب من باب الاحتياط نظرا للشبه فدل هذا الحديث على أن الولد يلحق بالزوج يلحق بالزوج بمن له الفراش وكذلك وكذلك يلحق بالسيد الذي يتسرى بأمته لأن التسري مثله بل هو أقوى من عقد النكاح يقول ملك اليمين وهو أقوى من عقد النكاح فالولد يكون للوطء الشرعي بنكاح أو بتسر فدل على أن الأقوى ما يلحق به النسب هو الفراش وإن كان فيه شبه لغير صاحب الفراش فالفراش مقدم مقدم على غيره ولكن نظرا لوجود الشبه النبي صلى الله عليه وسلم أمر سودة أن تحتجب منه ما أنه أنحقه بأبيها ولكن هذا من باب الاحتياط فدل هذا الحديث على وجوب الرجوع إلى أهل العلم في قضل النزاعات والخصومات والرجوع إلى الشريعة والمحاكم الشرعية ولا يرجع إلى أعراف الناس وأحكام الجاهلية فليرجع إلى المحاكم الشرعية وأما من يتحاكم إلى العادات القبلية فإنه يتحاكم إلى الطاغوت يتحاكم إلى الطاغوت فالحكم بغير ما أنزل الله حكم الطاغوت على أي نوع كان ثانياً فيه أن الفراش مقدم على الشبه لأنه أقوى منه ثالثاً فيه الاحتياط مع كون النبي صلى الله عليه وسلم الحقه بزمعة والد سودة المقتضى أنه يكون أخر لها لكن نظراً لوجود الشبه فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تحتجب منه من باب الاحتياط فلم يرها هذا الغلام فهذا أصل في قاعدة الاحتياط وتجنب المشتبه وقد قال صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك نعم وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسروراً تبرق أسارير وجهه فقال ألم تري أن مجززاً نظر آنفاً إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض وفي لفظ وكان مجزز قائفاً نعم زيد بن حارثة رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقه صلى الله عليه وسلم وكان يحبه حباً شديداً تزوج من أم أيمن الحبشية مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ورثها من أبيه عبد الله بن عبد المطلق هم وأيمن الحبشية تزوجها زيد بن حارثة فولدت له أسامة بن زيد وكان زيد أبيض شديد البياض وكان أسامة أسود فتكلم الناس الناس عندهم نزعة التشكيك ونزعة الأسيما أهل النفاق تكلموا الناس وشككوا في نسب أسامة رضي الله عنه لأبيه نظر لاختلاف اللون لاختلاف اللون فغال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأهمه مع أنه يعلم أن أسامة ابن لزيد لكن كلام الناس والشائعات فجاء الله بالفرج جاء قائف يعرف الأقدام يعرف الشبه وكان زيد وأسامة ملتحفين بقطيفة وظاهرة أقدامهما فنظر إليهما مجزز المدلجي فقال الله أكبر متعجبا هذه الأقدام بعضها من بعض هذه الأقدام بعضها من بعض شو مع أنه بعضها أسود بعضها أبيض لكن هذا قائف يعرف أن يسمونه الآن المري ويعرف الشبه هذه الأقدام بعضها من بعض فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم سرورا عظيما لأن الله كشف هذه الشبه بكلام هذا الخبير بالأشباه بالأشباه هذه الأقدام بعضها من بعض فانقطع التشكيك الذي كان يحاك في هذه القصة ولذلك دخل على عيشه ومسروه شديد السرور عليه الصلاة والسلام وأخبرها بذلك مع أنه سبق لنا أن الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن امرأته جاءت بغلام أسود فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من عبل قال نعم قال ما لونها قال ما لونها قال حمر بيض بإبل الحمر قال هل فيها من أورق يعني يخالفها في اللون قال نعم قال ولماذا صار أورق قال لعله نزعه عرق قال وابنك هذا لعله نزعه عرق يعني من أجداده فأزال صلى الله عليه وسلم اللبس أزال اللبس بالوراثة أنه يعمل بالوراثة وكذلك يعمل بالشبه كما في هذا الحديث يعمل بالشبه كما في هذا الحديث فهذا الحديث يدل على أن الولد يلحق بالشبه إذا لم يكن فراشا إذا لم تكن أمه فراشا لأحد فيلحق فيلحق بالشبه فأسامه رضي الله عنه لحق بيابه من ناحيتهم من ناحية الفراش ومن ناحية الشبه لكن الرسول أراد أن يقمع هؤلاء الذين يتكلمون ويقولون وإلا هو أكيد أنه لزيد رضي الله عنه يموج بالفراش فأسامه اجتمع فيه الفراش والشبه فهذا فيه دليل على الإلحاق بالشبه وأن الذي يحكم بالشبه هم القافة أهل الخبرة بالآثار والدماء في وقتنا الحاضر جد ما يسمونه بالحمض النووي أو أنه يعرف به الحاق الله أعلم ماذا يحتاج لبح لكن هو جد الآن من الوسائل الجديدة وفي الحديث الفرح بظهور الحق الرسول صلى الله عليه وسلم فرح بظهور الحق وزوال الشائعات نعم وعن نبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ذكر العزل برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولم يفعل ذلك أحدكم ولم يقل فلا يفعل ذلك أحدكم فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها نعم العزل هو أن يجامع زوجته أو مملكته فإذا أراد الإنزال فإنه ينزل خارج الرحم يعزل عنها يعني ينزل خارج الرحم خوفا من الحمل خوفا من الحمل وفي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل فقال ولم يفعل يفعل أحدكم ذلك استنكار منه صلى الله عليه وسلم لكنه لم ينهى عنه ولم يقل لا تفعلوا بل قال لماذا تفعلون من باب الاستنكار لا من باب النهي فدل على أن العزل جائز لكن الأحسن تركه ودل على أن العزل لا يمنع من الحمل إذا أراده الله إذا أراده الله فإن الحمل يحصل لتسرب الماء ولو لم يعلم الزوج إذا أراد الله أن يخلق شيئا خلقه مهما فعلنا من من الأسباب فالعزل لا يمنع الحمل لكنه إذا تراض عليه الزوج والزوجة لا مانع منه إذا تراض لم تراض الزوجة فإنه لا يجوز لأن لها حقا في الجماع ولها حق في الحمل فلابد من تراضي الزوجين عليه فإذا تراض فإنه يجوز لكنه لا يمنع ما قدره الله سبحانه وتعالى فالأسباب لا تمنع القدر الأسباب لا تمنع القدر لكن أمرنا بفعل الأسباب والقدر بيد الله سبحانه وتعالى نعم وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما قال كنا نعزل والقرآن ينزل قال سفيان لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن وهذا أيضا يؤيد ما سبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه لم ينهى عنه ولم يقل لا تفعلوا وإنما بيّن صلى الله عليه وسلم أنه لا يمنع القدر ولا يمنع الحمل إذا قدره الله عز وجل فهذا يؤيد الحديث السابق عن جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل هذا فيه الاحتجاج بالتقرير وأنتم تعرفون أن أن السنة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير هذا من التقرير وكون القرآن ينزل وهم يعزلون ولم ينههم يليل على جوازه لو كان لو كان ممنوعا لا منع منه القرآن لأن الله يعلم كل شيء وهذا جواب لمن قال إن الرسول لم يعلم ولذلك لم يمنعهم من العزل لأنه لا يعلم يقول نعم الرسول لا يعلم لكن الله يعلم فلو كان العزل ممنوعا لأوحى الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بمنعه إذن فالعزل جائز ولكنه لا يمنع من قدر الله سبحانه وتعالى ولابد أن يكون لرضى الزوجة لألا يجحف في حقها نعم قال سفيان لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن وعن أبي در رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوى مقعده من النار ومن دعى رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه كذا عند مسلم وللبخاري نحوه أعيد الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوى مقعده من النار ومن دعى رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه كذا عند مسلم وللبخاري نحوه نعم هذا الحديث أيضا يتعلق بالنسب وهو أنه لا يجوز لمن يعلم نسبه أن ينتسب إلى غير أبيه فإن انتسب إلى غير أبيه فإنه يكفر والمراد الكفر الأصغر ليس المراد أن يخرج من الملة لكن المراد الكفر الأصغر فهو من باب الوعيد الشديد على أنه لا يجوز للإنسان أن يتبر من نسبه وينتسب إلى غير أبيه أو إلى غير قبيلته لأن هذا يلزم عليه محاذير يلزم عليه المحرمية فيكون النساء لا تحتجب النساء الذين التحق بهم لا يحتجبن عنهم وليس منهم ليس منهم وأيضا الإرث يصير الإرث إلى غير مستحقة يكون الإرث إلى غير مستحقة وأيضا المحرمية يكون محرم لنساء ليس هو من أقاربهن فيلزم عليه محاذي ولذلك سماه النبي صلى الله عليه سلم كفرا والأولى أن يساق الحديث ولا يفسر لأن هذا أبلغ في الوعيد أما إذا فسرت وقلت هذا كفر أصغر أو المراد كفر النعمة هذا يتساهل فيه الناس فالأولى أن تريده كما جاء ولا تفسيره عند الناس أما تفسيره عند العلماء وعن طلبة العلم ما فيه باسه أما أمام الناس يقول لهم كذا هذا كفر أصغر وهذا كفر نعمة يتساهل فيه فيمر الحديث كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم فهذا فيه تحريم الانتساب إلى غير نسبه الصحيح وهو يعلم أما إذا كان يجهل فإنه لا حرج عليه في ذلك لأنه لم يتعمد إذا كان يجهل نسبه فإنه لا حرج أما إذا كان يعلم نسبه وتبرأ منه ودع غيره فهذا هو الذي عليه الوعيد ويقع كثير من الناس اليوم في هذا بسبب الطمع في الدنيا يروح لمدوله يحط له والد غير أبيه من أجل يحصل على وظيفة يحصل على تابعية يحصل على كذا كثيرا ما يسأل عن هذا هذا خطير جدا خطير جدا عليه هذا الوعيد ثانيا هذا أيضا مع أنه يلزم عليه محاذير فهو كذب كذب وافترى كذب وافترى واحتيال محرم فلا يجوز أيضا الذين يأخذون الأولاد من دور الرعاية أولاد مجهولي النسب من دور الرعاية يربونهم عندهم ويرحقونهم بهم يجعله ابن له ويثبته عند الجهة الحكومية أنه ابنه هذا غلط ولا يجوز هو كون رباه وأحسن إليه يثاب على هذا يؤجر عنه أما أنه يدعيه يقول هذا من الإحسان إليه وهذا أنا أبجبر بخاطره وهذا ما يجوز ما يجوز هذا ما يجوز تدخل في ذريك من ليس منه ويدخل على بناتك وعلى محارمك ويحصل بذلك ويرث وليس بوارث هذا فيه محاذير عظيمة فلا يجوز للإنسان نفسه أن ينتسب إلى غير أبيه وهو يعلم ولا إلى غير قبيلته وهو يعلم ولا يجوز للإنسان أن يلشق به من ليس من أولاده بحجة العاطفة والإحسان هذا أمر محرم كبير من كبائل الذنوب لا يجوز مثل هذا العمل هذه واحدة الثانية ومن ادعى ما ليس له من ادعى ما ليس له من أموال الناس قال هالسيارة ها البيت أو هالأرض لي وهو كذاب لا يجوز أنه يدعي أموال الناس بغير حق وهو يعلم أن ما هي بالإنسان أو يدعي أنه طبيب مثلا يعالجه غير طبيب ولا يحسن الطب من أجل يستنزف أموال الناس هذا لا يجوز ادعى ما ليس له لا بد أن يكون طبيبا معترفا به معشادات طبية صحيحة من المزورة لا بد من هذا أو ادعى أشد من هذا ادعى أنه عالم صار يفتي ويحلل ويحرم هذا أشد بعد ادعي العلم وليس بعالم ويقول على الله بغير علم وهذا أشد والعياذ بالله هذا ادعى ما ليس له ادعى ما ليس له وكل من ادعى شيئا ليس له فإنه معرض لهذا الوعيد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبع بما لم يؤتى فهو كلابس أو بيزور لا يدعي الإنسان شيئا ليس له لا من نسب ولا من ولا من حقوق الناس ولا من حرفة أو مهنة كالطب مثلا لأنه يفسد أو يدعي أنه عالم وهو ليس بعالم كل هذا لا يجوز وعليه وعيد شديد ادعى ما ليس له ولهذا يقول يفسد الدنيا أربعة نصف طبيب ونصف نحوي ونصف متكلم ونصف فقيه الطبيب يفسد الأبدان ونصف الفقيه نصف الطبيب يفسد الأبدان ونصف الفقيه يفسد البلدان بفتاوى ونصف المتكلم ونصف المتكلم يفسد الأديان والعقائد يفسد الأديان والعقائد ونصف النحوي يفسد اللسان يفسد اللغة العربية نصف نحوي ما تعلم النحو كاملا هذا يفسد اللغة يفسد اللسان هذا يفسد الأبدان وهذا يفسد البلدان وهذا يفسد الأديان وهذا يفسد اللسان فعلى الإنسان أنه يعرف قدر نفسه ورحم الله أمر أن عرف قدر نفسه ألم يدعي منزلة ليست له ولا يتشبع بما لم يؤتى نعم بعد الحديث ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر وكذلك من انتسب إلى غير مواليه في الحديث الرواية فإن انتسب إلى غير مواليه عتيق ينتسب إلى غير معتقيه هذا حرام أيضا نعم ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليس منا وليتبوى مقعده من النار عليه وعيدان والعياذ بالله ليس منا تبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم وليتبوى مقعده من النار هذا وعيد آخر يعني ليتبوى داره في النار والعياذ بالله هذا وعيد وشديد على المتنطعين والذين يدعون ما ليس لهم من العلم أو من غير أو من الأموال أو غير ذلك نعم ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه الثالثة والعياذ بالله من أخرج مسلما من الدين حكم عليه بالكفر فقال له يا كافر يا عدو الله يا فاسخ يا خبيث منح ذلك فإن كان الذي قيل فيه هذا الكلام يستحقه وإلا رجع إثم هذا الكلام على قائله رجع إثمه على قائله حار عليه يعني رجع عليه إثم كلامه هذا خطر شديد فلا يجوز لإنسان أن يكفر الناس المسلمين ويطعن في أديانهم ومن دخل في الإسلام لم يخرج منه إلا بناقض من نواقض الإسلام المعروفة بعد زوال العذر لأن لا يكون جاهلا ولا مكرها ولا مؤولا ولا مقلدا لزالة الأعذار حكم عليه إذا ارتكب ناقضا ومن الذي يتولى هذا فولاه الحاكم فولاه القاضي المحكمة أما أفراد الناس يكفرون فهذا لا يجوز وهذا طريقة الخوارج فالعياذ بالله هذه طريقة الخوارج يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم بهذه الطريقة الخبيحة فالأصل في المسلم أنه مسلم وله ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين إلا إذا ثبت عليه ارتكاب ناقض من نواقض الإسلام ولم يكن له عذر يمنع عنه التكفير أحين يحكم عليه بالردة ويطبق عليه حد الردة وتفصل منه زوجته ولا يورث ولا يريث ولا يدفن في مقابل المسلمين فالأمر خطير جدا الحكم على الناس الحكم على الناس بالكفر خطير ويترتب عليه أحكام عظيمة خطيرة فالواجب على الإنسان أنه يحبس دسانة عن التكفير وعن التفسيق والتبديع ولا يتشرع في هذه الأمور قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما لجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا يعني تثبتوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة يجب التثبت في الأمور والإنسان يمسك لسانه ونحن في عصر شاع فيه اللغط الكثير والتكفير والتفسيق والتبديع وآل الأمر إلى استباحة الدماء وتفجير المباني والأسواق بناء على هذا المذهب الخبيث فالأمر خطير جدا والواجب انضباط المسلم وأن لا يطلق لسانه بهذه الألفاظ على الناس ومرد الحكم بالردة ما هو مرده للأفراد مرده للولاد مرده للقضاء هم الذين يحكمون بهذه الأمور ويطبقون الحكم على من يستحقه أما يجي واحد يحكم على الناس بالكفر فهذا أمر خطير وهذا إذا كان من صدر عليه الكلام لا يستحقه رجع على قائله فباء به والعياذ بالله باء بهذا الكلام لا يذهبوا هدرا وبالكلام يروح كلام يحفظ ويدون فإن كان الذي صدر في حقه يستحقه هذا حقه وإن لم يكن كذلك فإنه يرجع على قائله ويسأل عنه يوم القيام فالأمر خطير على الإنسان أن يحفظ لسانه من هذه الأمور وهو في عافية والحمد لله نعم ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه كذا عند مسلم وللبخاري نحوه نعم هذا الحديث فيه ثلاث مسائل الأولى الانتساب إلى غير نسب الإنسان وهو يعلم هذا لأي غرض كان من الأغراض حتى ولو أن أباك كافر ما يجوز تنفصل منه تقول ما هو بولي وله كافر هو أبوك هو أبوك فلو كان كافرا فكيف إذا كان مسلما نعم والثانية أن الإنسان لا يدعي ما ليس له من الحقوق والصفات ولسيما إذا ترتب على دعواه إضرار بالناس كالذي يدعي الطب وهو ليس بطبيب يعالج الناس ويأخذ أموالهم وقد وقد يضرهم أو يحدث الوفاة لطبه فلا يجوز له هذا ولو أنه أتلف لعلاجه أحداً وجب عليه الضلمان وجب عليه الضلمان لأن ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون أما إذا كان طبيباً حالقاً وعالج وترتب عليه وفاة المعالج فليس عليه شيء لأن هذا مأذون له مأذون له بإجراء العملية وجراحة وما ترتب على المأذون فهو غيره مضمون وأشد من ذلك ما ذكرنا أن الإنسان يدعي أنه عالم يفتي في الطلاق ويفرق بين الزوجين أو يفتي أن الطلاق ما وقع ويجمع بينهم على الحرام أو يفتي بحل دم كلان وردته وهذا أشد أو يفتي بمسائل العلم العظيمة الخطيرة وهو جاهل ما يدري أو نصف متعلم هذا لا يجوز يجب على الإنسان أنه يحفظ نفسه ولسانه ولا يدخل في ما لا يحسنه وما لا يعنيه نعم وكذلك من إلى أخير من تكلم على الناس بالكلام البذي ولا سيما التكفير والتبديع والتفسيق هذا أمر خطير ولا يجوز وليس من حق كل واحد أنه يحكم على الناس هذا يرجع فيه إلى الحاكم الشرعي نعم كتاب الرضاع نعم الرضاع هو مص اللبن من الثدي هذا هو الرضاع الرضاع مص لبن مص صغير مص صغير دون الحولين لبنا ثابعا حمل أو وطء هذا هو الرضاع والرضاع وارد في الكتاب والسنة وإجماع العلماء قال الله جل وعلا وأمهاتكم التي يعني من جملة المحرمات أمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة تحرم الرضاع ما تحرم الولادة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسف يحرم من الرضاع ما يحرم من النسف وإجماع العلماء على أن الرضاعة له حكم التحريم إذا توفرت شروطه وضوابطه الآتية نعم عن ابن هباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة لا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وهي ابنة أخي من الرضاعة قال علي بن وابي طالب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج بنت عمك حمزة تزوج بنت عمك حمزة بن عبد المطالب رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لي لأنها أختي لأن أباها حمزة أخي من الرضاع عمه حمزة أخوه من الرسول صلى الله عليه وسلم من الرضاعة لأن ثويبة مولاة أبي لهب أرضعت حمزة وفصول الله صلى الله عليه وسلم فصار أخوين من الرضاعة ثم قال صلى الله عليه وسلم تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة فهذا من أدلة تحريم الرضاعة وأنه مثل النسب تماماً لكن مثل النسب في أشياء وليس في كل الأشياء مثل النسب في المحرمية ومثل النسب في الخلوة ومثل النسب في عدم الحجاب عدم الحجاب وليس مثل النسب في الميراث وليس مثل النسب في الولاية في النكاح فهو يختلف عن النسب في هذه الأشياء نعم وليس مثل النسب في القرابة لكنه مثل في أشياء محدودة نعم وعن عائشة رضي الله عنها وليس مثل النسب في إيجاب النفقة ما يجب على القريب على الرضيع أنه ينفق على المرضعة وإن كانت أمه من الرضاعة أو أخته من الرضاعة ما يجب عليه إنفاق مثل ما يجب على القريب في النسب نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرضاعة تحرم ما يحرم قاعد حديث حمزة وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة حمزة يعني ابن عبد المطلب عمر رسول صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء في بنت حمزة لا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب هذه قاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ليس في كل شيء وإنما في النظر والخلوة والمحرمية فقط لا في وجوب النفقة ولا في الميراد نعم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وهي ابنة أخي من الرضاعة لأن حمزة رضي الله عنه عمر رسول من النسب أخوه أيضا من الرضاعة أن رضعتهما امرأة واحدة فصار أخوين من الرضاعة نعم وعن آيشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة وهذا أيضا يؤيد القاعدة أن الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة تحرم ما تحرمه الولادة من النكاح تحرم النكاح نعم وعنها قالت إن أفلح أخا أبي القعيس استاذن عليّ بعدما أنزل الحجام فقلت والله لا آذن له حتى استاذن النبي صلى الله عليه وسلم فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس فدخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته فقال أذني له فإنه عمك تربت يمينك قال عروة فبذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب وفي لفظ استاذن عليّ أفلح نعم نعم استاذن وفي لفظ استاذن عليّ أفلح فلم آذن له فقال أتحتجبين مني وأنا عمك فقلت كيف ذاك قال أرضعتك امرأة أخي للبن أخي قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق أفلح إذني له تربت يمينك نعم هذا الحديث فيه أن عائشة رضي الله عنها رضعت من امرأة أبي القعيس رضعت من امرأة أبي القعيس فصارت بنتا لها من الرضاع هذا لا إشكال فيه لكن الذي أشكل على عائشة لما جاء أخو أبي القعيس زوجي المرضعة لما جاء أخو زوجي المرضعة يريد الاستئذان عليها بناء على أنه عمها من الرضاع فقالت إن أبا القعيس لم يرضعني وإنما أرضعتني زوجته أرضعتني زوجته فامتنعت منه حتى تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا فيه الرجوع إلى أهل العلم عند الإشكال فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذني له إنه عمك من الرضاع فدل هذا الحديث على أن الرضاع تحرم ما تحرم الولادة وهي قاعدة ثابتة بالأدلة ودل على أن من له اللبن أن من له اللبن وهو الزوج ينتشر عليه الحرمة فيكون أبا للمرتضع وأقاربه أقارب للمرتضع وهذا ما يسمى بلبن الفحل لأن اللبن الذي في المرأة متكون من ماء الرجل وماء المرأة حينما حملت الحمل متكون من الماءين ماء الرجل وماء المرأة فهو ناشئ عن وطئه هذا اللبن ناشئ عن وطئ الرجل فاللبن ينسب للمرأة وللرجل للزوجة وللزوج فتكون محارم الزوج محارم للرضيع ومحارم الزوجة المرضعة محارم للرضيع أيضا فلذلك صار أفلح أخو أبي القعيس عما لعائشة عما لما كان أبو القعيس أبا لها من الرضاع كان أخوه عما لها من الرضاع عما لها من الرضاع فهذا في دليل على أن اللبن ينسب للزوج وللزوجة وأن أقارب الزوج يكونون محارم للمرتضع ومحارم الزوجة يكونون محارم للمرتضع وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم وهو ما يسمونه بلبن الفحل وأما قوله تربت يمينك فهذه كلمة معناها الفقر الدعاء بالفقر والرسول لا يقصد هذا لكنها كلمة تجري على الألسن مثل سكيلتك أمك الرسول لا يقصد يوم يقول لمعاد سكيلتك أمك لا يدعو عليه بالموت لكن هذه كلمة تجري على الألسن من باب من باب التوبيخ من باب التوبيخ مثلا لا من باب قصد المعنى نعم فهذا الحديث فيه الرجوع إلى أهل العلم عند الإشكال وفيه أن اللبن ينسب للزوج كما ينسب للزوجة المرضعة وأنه ينشر الحرمة من الجهتين من جهة الزوج ومن جهة الزوجة نعم وعنها رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل ويأذل الحديث على أن العم من النسب محرم للمرأة أن العم من النسب محرم للمرأة إذا كان العم من الرضاع محرم فالعم من النسب أو لا لكنه لم يذكر في الآية ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آبائي بعولتهن لم يذكر العم قالوا لأن العم يدخل في الأب لأن العم أف يدخل في لفظ في لفظ الأب وفي هذا الحديث تصريح بأن العم بمنزلة الأب في الشرمة سواء من النسب أو من الرضاع نعم وعنها رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل فقال يا عائشة من هذا؟ قلت أخي من الرضاعة فقال يا عائشة انظرنا من إخوانكم فإنما الرضاعة من المجاعة نعم هذا فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وعندها رجل استغرب النبي صلى الله عليه وسلم وجود هذا الرجل عندها وحده خالية به استغرب هذا فسألها هذا فيه التثبت الرسول ما استعجل ما استعجل الرسول صلى الله عليه وسلم بل تثبت قال من هذا؟ قالت أخي من الرضاعة فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرها على ذلك لكن لكن أمرها بالتأكد من شروط الرضاع من شروط الرضاع لأن الرضاع المحرم له شروط أحدها أن يكون الرضاع في الحولين فإن كان الرضاع بعد الحولين لم يحرم يكون الرضاع في الحولين إنما الرضاعة من المجاح يعني إذا كان الطفل لا يتغذى إلا باللبن فإنه يحرم وهذا إنما يكون في الحولين أما إذا زاد عن الحولين فإنه يأكل الطعام وقد يستغني بالطعام عن اللبن أو يشرب اللبن مع الطعام فلا تحريم بعد الحولين ولو رضعته حول ثالث أو نصف سنة أو شهر ما يدخل هذا في التحريم التحريم محدود للحولين لأن الله قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع فدل على أن نهاية الرضاع إلى الحولين وأنه لا رضاع بعد الحولين لا رضاع بعد الحولين لأن الطفل يستغني بالطعام عن اللبن والرضاع الذي يحرم هو ما يغني عن الطعام وذلك لا يكون إلا في الحولين هذا فيه شرط من شروط تحريم الرضاع وهو أن يكون في الحولين وأخذوا منه أن إرضاع الكبير لا ينشر الحرم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حدده بالمجاعة وفي الحديث الآخر إنما يحرم من الرضاع إنما يحرم من الرضاع ما فتق الأمع وكان قبل الفطام قبل الفطام أما ما كان بعد الفطام فإنه لا أثر له فهذا مذهب الجمهور بل يكاد يكون الإجماع على أن الرضاع بعد الحولين لا يحرم لكن اختلفوا فيما لو اضطرت المرأة إلى أن ترضع كبيراً من أجل أن يكون محرماً لها هل يفيدها ذلك ويكون محرماً وإن كان ليس بحاجة إلى اللبن لكن تقصد من ذلك أن يكون محرماً لها هذا ورد في حديث سهيلة بن عمر سهيلة بن سهيل بن عمر سهيلة بن سهيل بن عمر زوج أبي حذيفة زوجة أبي حذيفة كان عندهما سالم مولى أبي حذيفة مولى عتيق وكان يخالطهم ويدخل عليهم ويخدمهم وهو من أفاضل الصحابة ومن السابقين الأولين إلى الإسلام رضي الله عنه سالم مولى أبي حذيفة فتحرجت سهيلة سهيلة بن عمر تحرجت من هذا الرجل فأفتاه النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أرضعيه تحرمي عليه فأرضعته وصار من محارمها قالوا هذا دليل على أنه عند الحاجة لا بأس أن ترضع الكبير ويكون ابناً لها لكن الجمهور يقولوا الله ما يصرح هذا وقضية سهيلة هذه قضية عين لا عموم لها هذه خاصة بسهيلة فقط لا عموم لها بدليل أن الصحابة ما كانوا يعملون هذا وهم يعلمون قصة سهيلة ما كانوا يعملون هذا فهو كالإجماع على أن الأرضاع الكبير لا ينشر الحرمة كالإجماع ولكن من أفتى به أخذ من قصة سهيلة ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية وأخذوا بها لكن الصحيح أن هذا لا يجوز وأنه خاص بسهيلة قالوا وهي قضية عين لا عموم لها بدليل أن الصحابة ما عملوا بها ولو كان لها عموم لفعلها الصحابة نعم يا عائشة الظرن من إخوانكم فإنما الرضاعة من المجاعة نعم من المجاعة يعني يكون الرضاع بديلاً عن الطعام يسد الجوع يسد الجوع لا يسده غيره هذا في دليل على أن لا يحرم من الرضاع إلا ما كان قبل الفطام أما إذا استغنى الطفل بالطعام فإن إرضاعه لا يؤثر ولا يفيد المحرمية فهذا الحديث فيه مسائل أولاً فيه الغيرة غيرت الرجل على امرأته فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الرجل استغرب هذا ففيه دليل على على الغيرة على النساء وأن الإنسان لا يتساهل مع امرأته ويتركها تختلط بالرجال يتساهل معها ويقول هي طيبة ولا عند أخلاف ولا يمكن أن يسرمنه شيء ما أقول هذا خطر ما يجوز الثقة فيه والشيطان حاضر والمرأة ضعيفة وأهل الفسق نشيطون في اقتناص النساء فلا تتساهل في هذا يكون عندك غيرة على أهلك الرسول استغرب وفيه التثبت التثبت الرسول صلى الله عليه وسلم تثبت في الأمر ولم يبادل بالإنكار عليه الصلاة والسلام وفيه ما ذكرنا أن الرضاع إنما يكون في الحولين قبل الفطام وإن كان قبل بعد الفطام فلا أثر له والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد ونستأذنكم الليلة القادمة أن يكون الالتقاء يوم السبت إن شاء الله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا اختلف الزوجان في العزل شوفه وإذا كان القصد منه الشائعة الآن التي هي تحديد النسل وكراهية النسل القصد من العزل هو التأثر بهذه الدسيسة الخبيثة وإنها تحديد النسل فلا يجوز العزل فليجب رفض هذه الفكرة والابتعاد عنها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله استعمال حبوب الحمل وكذلك استعمال الواقي الذكري هل تقاس على العزل؟ الواقي الذكري هو العزل نعم وأما الحبوب فهذه استشار فيها الطبيب إذا كانت الحبوب لا تقطع الحمل ما تقطع الحمل وإنما تؤجله فقط للحاجة فلا بأس تؤجل الحمل عن المرأة لأجل الحاجة من أجل تغذي طفلها الرضيع أو أنها مريضة ما تتحمل تكرر الحمل في وقت متقارب وتأخذ ما ينظم الحمل فهذا لا بأس به بعد استشارة الطبيب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من قال لشخص يا عدو الله ورسوله والسبب أنه تارك للصلاة فهل هذا داخل في الوعيد إذا كان تاركا للصلاة فهو عدو لله ورسول لأنه تارك الصلاة كافر والكافر عدو لله الله جل وعلا يقول فإن الله عدو للكافرين نعم نقول فضيلة الشيخ لكن يجب أن تتثبت هل هو تارك للصلاة نهائيا أو أنه تارك لصلاة الجماعة فقط وهو يصلي يجب أنك تتثبت في أمره أو أن الناس قالوا لك أنه ما يصلي وأنه ما عندك ما شفته ولا تدري تأخذ كلام الناس لا أتأخذ كلام الناس الناس عندهم تغرب وعندهم فأنت تثبت في هذا الأمر نعم أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يستدل بحديث اختصام سعد بن أبي وقاص في الغلام هل يستدل به على وجوب الحجاب وهو غطاء الوجه من قول النبي صلى الله عليه وسلم واحتجي بي منه يا سودة ما في شك أنه في دليل على الحجاب في دليل على الحجاب الحجاب كان في أول الإسلام لم يفرض وكان الرجال ينظرون إلى النساء ثم نزل الحجاب وفرض الحجاب ونسخ إباحة النظر فالذين يهرجون على الناس على الناس اليوم يجيبون الأدلة اللي فيها النظر إلى المرأة وفيه كذا هذا محمول على أنه قبل النس على أنه دول للناس وهم يأخذونه قضية مسلمة يجيبون لبسون على الناس نعم يقول فضيلة الشيخ خفقكم الله انتساب البعض إلى قبيلة معينة ودخولهم مع القبيلة هل يدخل في الانتساب إلى غير الأب؟ نعم الانتساب إلى غير القبيلة هي من المثل الانتساب إلى غير لأنه انتساب إلى غير الجد والجد أب فإذا انتسابت إلى غير قبيلتك فقد انتسابت إلى غير جدك وهذا لا يجوز لكن فيه مسألة وهي مسألة الحلف مسألة الحلف الحلفة ليدخلون على القبائل الحلفة أو الجوار يسمونهم الجيران ويأخذون اسم القبيلة هذا لا بأس به لكن يعرف إن فلان حليف لبني فلان أو النجار لبني فلان وليس منهم لا بد يعرف هذا ويبين نعم يقول فضيلة الشيخ أفقكم الله إذا انتساب الرجل إلى قبيلة غير قبيلته من باب التقية فهل يدخل هذا في الوعيد؟ ما ندري وشهد التقية وشهد تقية عنه هو أنه من باب طلب الرواتب والعادات ما يجوز هذا نعم يقول فضيلة الشيخ أفقكم الله هل لا بد أن يكون اللبن المحرم في الرضاع أن يكون من حمل هذا المذهب أنه يكون من حمل والصحيح أنه ما يفترط أن يكون من حمل مادام يغذي مادام أنه لبن يغذي إنه ينشر الحرمة نعم يقول فضيلة الشيخ أفقكم الله أبو الولد من الرضاع هل تحتجب منه زوجة الولد نفسه؟ أبو الولد من الرضاع نعم لا تحتجب منه زوجة ابنك من الرضاع ربيبة مثل زوجة ابنك من النسل أفرق بينهم قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسل فكما تحرم عليك زوجة ابنك من النسل تحرم عليك زوجة ابنك من الرضاع أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو ضابط الرضعة وعلا بد أن تكون في مجالس سيأتي في الدرس القادم أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا أسلم ولد وأبواه من دون المسلمين أو ليس بمسلمين إذا أسلم ولد وأبواه من غير المسلمين أهل كتاب هل يعتبر صاحب الفراش والداً له؟ نعم ما نشك الذي قبل يسلم هو ولد للكافر قبل يسلم أما بعد أن أسلم ما يجوز للكافر يتزوج مسلما الزواج باطل هذا ولا يترتب عليه أحكام الزواج لكن إذا كان ابن له قبل الإسلام فهو يستمر لابن له ولو كان كافراً وهذا أسلم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل كل مرمى رجلاً بشيء ولم يكن كذلك يرجع عليه هذا الأمر استنباطاً من الحديث فيكون عاماً؟ نعم الحديث عام يرجع إليه ويختلف باختلاف اللفظة اللفظة هل هي شديدة القبح أو متوسطة أو يسيرة؟ كل شيء له خكمه لكنه يرجع عليه يرجع عليه إثم الكلام نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للأب أن يتبرأ من ابنه الحقيقي خشية العار والسمعة السيئة بين الناس؟ لا حرام عليه أنه يتبرأ من ابنه وهو يعلمه بنكاح صحيح أو حتى بنكاحاً فاسع يلحق به حتى في النكاح الفاسع ولا يتبرأ منه والأنساب ما هي محل لعب تلاعب بها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا كان الطفل في الحولين لكنه مستغن بالطعام نعم إنما يتبرأ منه في مسألة اللعان خاصة مسألة اللعان خاصة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا كان الطفل في الحولين لكنه مستغن بالطعام عن اللبن فهل يعتبر رضاعه محرماً؟ لا إذا كان يأكل الطعام ولو كان دون الحولين فإنه لا يعتبر محرماً لأنه يستغنى بالطعام لكن الغالب إنه اللي في الحولين لا يأكل الطعام هذا هو الغالب والشكم للغالب نعم يقول فضيلة الشيخ أفقكم الله أرجو أن توضحوا لنا توضيحاً شافياً مسألة تحديد النسل وما هو الحل لمن يريد أولاداً محددين حتى يؤمن مستقبلهم خاصة إذا كان أبوهم فقيراً المستقبل يا أخي بيد الله والله لا يخلق نفس إلا ويكتب رزقها فرزقهم بيد الله ولا تسئ الظن بالله هذا شغل الجاهلية هم يقتلون أولادهم خشية الفقر يقتلونهم خشية الفقر وخشية الإملاق فأحسن الظن بالله عز وجل ورزقهم على الله ما هوب عليك لكن هذه دعاية من أهل الكفر دسوها على المسلمين فانقلت على ضعاف العقول وضعاف الإيمان فأنجب توكل على الله وأكثر من النسل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تزوجوا الولود فإني مكاثر بكم الأمم والرزق لا يهمك هذا بيد الله سبحانه وتعالى والمستقبل بيد الله عز وجل نعم فأرجو أن ترفضوا هذه الدعاية وأن تحاربوها نعم نعم يقول فضيلة الشيخ رجل مجهول نسب نعم رجل مجهول نسب كبر في أحد بلاد الكفر وتحت رعاية أحد العائلات في تلك البلد الكافرة وهو ينادي من كف له بأمي وأبي ثم أسلم فما العمل مع هؤلاء هل يجوز له أن يناديهم بهذه الصفة أبي وأمي لا ما يجوز له هذا ما ينتسب إلى غير أبي وإلى غير أمي نعم وهل المرأة التي قامت برعايته تلك السنوات تعتبر حراما عليه ومحرما له لا أجنبية منه إلا إن كان ترضعته وهو صغير يكون ابنًا لها من الرضاع أما مجرد التربية فما يكون ابنًا لها نعم يقول فضيلة الشيخ أفقكم الله هناك ابن عم لنا قد انتسب إلى غيرنا فما هو الواجب نحوه إذا رفض الرجوع إلينا الواجب نصيحته وذكر لا دله على تحذير من عمله هذا فإن استجاب وإلا بريأة ذمتكم وتحمل المسؤولية هو أمام الله سبحانه وتعالى نعم تقول فضيلة الشيخ أفقكم الله ما هو الراجح في مسألة الأخذ بالحمض النووي هل هو معتبر أم لا هذا يحتاج إلى دراسة هذا شيء جديد يحتاج إلى دراسة هم الآن يعملون به هم الآن يعملون به أنا ما أدري يعني يحتاج إلى دراسة نعم يقول فضيلة الشيخ أفقكم الله هذه امرأة تقول إنها تقيم في بلاد الكفر وتعمل في بيتها مربية للأطفال هذه امرأة مقيمة في بلاد الكفر نعم وتقول إنها تعمل مربية في بيتها للأطفال فيأتيها الآباء لأخذ أولادهم علما بأنه لا يكون في بعض الأوقات زوجها موجودا لكنها قد لبست اللباس الشرعي فتسأل هل يجوز ذلك وهل يجوز إدخالهم وهل يجوز لها هذا العمل وهو حضانة الأطفال من الكفار الإحسان إلى الأطفال طيب الإحسان إلى الأطفال طيب لكن إذا جاءوا يطلبون أولادهم خليهم ورى الباب وتطلع أولادهم لهم تفرجهم لهم وهم ورى الباب لا تخليهم يدخلون عليها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يلحق بكلمة تريبة يمينك أو ثكلتك أمك هل يلحق بها ما يندرج على ألسنة الناس من اللعن وغيره اللعن لا اللعن ما يجوز العياذ بالله لعن المؤمن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن فقتله لا يجوز اللعن لأنه كلام قبيح نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل قد أخذ طفلة من دور الرعاية وهي الآن عمرها ثمانية عشرة سنة ونخشى إن أخبرناها عن ذلك أن تقتل نفسها فهل يجوز لنا أن نرضعها الآن فتكون أختا لنا من الرضاعة لا الضع الكبير لا يفيد لا يصلح هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل قد زنى بامرأة فحملت منه ثم تزوجها بعد ذلك فهل هذا الولد يكون لاحقا به لأنه قد اجتمع منه الزنا والفراش الآن لا الولد ما يتفع إلا بعقد صحيح أو عقد فاسد شبهة أما بالسفاح والزنى فولد الزنى ما يلحق بأحد من الرجال وإنما يلحق بأمه فقط نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا رضعت امرأة مع رجل فهل إخوان ذلك الرجل يكونون محارم لها إذا إيش إذا رضعت امرأة مع رجل لا إخوان الرجل إيش عليهم يكون الرجل اللي يرضع معها أخوها فقط أما إخوانه ما لهم علاقة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل حديث إن العزل هو الوأد الخفي هل هو حديث صحيح وعلم نعم حديث صحيح لكنه يدل على الكراهة ما يدل على التحريب يدل على الكراهة وإذا كان قصده خوف من شح الرزق يكون مثل حكم الموؤودة أما إن كان قصده ما هو بهذا القصد فهذا يكره يكره العزل فقر أما إن كان يعزل خوفا من شح الرزق فهذا مثل الموؤودة يحرم هذا لأن هذا سوء ظن بالله عز وجل وتحديد للنسل المطلوب تكثيره نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا كان الرجل وقبيلته وقبيلته كفارا فهل يجوز أن ينتسب لغير أبيه ولغير قبيلته ما يجوز يا أخي ما يجوز أن ينتسب إلى غير أبيه ولو كان كافرا ولا إلى غير قبيلته وإن كانت كافرا ينتسب إليه هذا نسبه نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ليس أبو إبراهيم كافر وإبراهيم الخليل عليه السلام رسول الله ما تبرأ منه قال من تببوي يقول يا أبتي يا أبتي يا أبتي يكرر عليه يا أبتي وفرعوة ونوح عليه السلام ما تبرأ من ابنه يا بني اركب معنا معنا مع الكافرين فالكفر ما يفرق بين الكفر ما يبطل النسب الكفر لا يبطل النسب نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المرأة التي استؤصل رحمها محمد صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب مع أن أباه كافر وأمه كافرة ما أنتسب ما قالنا من ابن العبد الله ما قالنا من ابن الله وهو كافر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المرأة التي استؤصل رحمها هل عليها عدة وفاة أو طلاق مع جزم الأطباء بعدم حملها للمدر نعم نعم العدة ما يبعلشان الحمل فقط العدة تربص محدود من شرعا للطلاق وللفراق بطلاق أو بوفاة وليس الغرض منه انتفاء الحمل فقط ولذلك يجب على العجوز أم مية سنة لو مات زوجها يجب عليها أنها تعتد مع أنها مؤكد ما فيها حمل مؤكد ما فيها حمل لو طلقها وهي أم مية سنة تجب عليها العدة فليس المفصود من العدة هو معرفة براءة الرحم فقط هذا من المقاصص وليس هو كل المقاصص نعم يقول فضيلة الشيخ افقكم الله سجود التلاوة هل يجوز في وقت النهي نعم لأنه ليس بصلاة وإنما هو عبادة مستقلة تابع للتلاوة تابع للتلاوة نعم ويقول فضيلة الشيخ افقكم الله هل ركعة الوضوء تعتبر من ذوات الأسباب فتجوز في وقت النهي على القول هل يقول بأن ذوات الأسباب تفعل في وقت النهي منها ركعة الوضوء لأن الوضوء سبب نعم يقول فضيلة الشيخ افقكم الله إذا كان الرجل يصلي خلف إمام ثم قام المأموم ليتم لنفسه فهل له أن يتقدم لسترة فهل له أن يتقدم إذا كان الرجل يصلي خلف إمام ثم قام ليتم لنفسه فهل له أن يتقدم بعد ذلك لسترة أمامه فيخطو خطوات لها هذا من التكلف اللي ما أنزل الله به من سلطانه بل يبقى في مكانه يكمل صلاته في مكانه وسترة الإمام سترة للمأموم حتى ولو بعد السلام لأن ما بعد السلام تابع لما قبله تابع لما قبله فهو مأموم وسترة المأموم سترة إمامه نعم نقول فضيلة الشيخ خفقكم الله رجل أكل لحم الإبل ولم يتوضأ ثم صلى ناسيا فهل يجب عليه إعادة الصلاة نعم إذا لكر يجب عليه الغضو وإعادة الصلاة لأن الحديث صحيح وصريح فيه أن أكل لحم الجذور ناقض للوضو نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في الاعتكاف في رمضان يحتاج الإنسان لشراء طعام وغيره فيتصل بالجوال ليحضر له المطعم العشاء وذلك من داخل المسجد فهل هذا من البيع والشراء المحرم في المسجد إن كان يقول جب لي عاشا بعشر تريل أو بعشرين ريال أو يتكاسر هذا من البيع والشراء أما يلقى جب لي عاشا وبعدين يحاسبه ولا أسأله عن القيمة ما في بس هذا من الحاجة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم حمل المصحف في صلاة التهجد فهل صحيح إنه بدعة لا ما هو بدعة هذا القول بدعة اللي يقول هذا هو المكتبع حمل المصحف في صلاة التهجد والتراويح جائز وكان هذا موجودا في عهد السلف وكانت عائشة تصلي خلفها مولاها ذكوان وكان يقرأ من المصحف نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله مر معنا الرؤية التي رؤية فيها أبو لهب فقد خفف عنه لأنه أعتقى ثويبة ما خفف عنه مطلقة يوم الاثنين فقط نعم يقول فهل يؤخذوا برؤية المنام في مثل هذه الأمور أم هذا خاص لأبي لهب رؤية المنام حق إذا كانت مهيب أبغاث أحلام ولا حديث نفس فهي حق نعم يقول فضيلة الشيخ لكن ما يؤسس عليها أحكام شرعية لأنه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى التشريع فلا يؤسس عليها أحكام شرعية نعم رؤية الرسول عليه الصلاة والسلام وحي يؤسس عليها الحكم أما رؤية غيره فلا يؤسس عليها حكم شرع نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله طرأته في الدرر السنية المجلد الأول أن الإمام أحمد عليه رحمة الله كان يكره أن يقال كفر نعمة فهل هذا ثابت عنه نعم يقول هذا يخفف على الناس إذا أولتم وقلتم كفر نعمة يخفف على الناس هذا الشيء فيتركوه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول ما فسر ما فسر هذا فيترك كما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لكن كما ذكرت لكم إذا كان هذا بحث بين العلماء طلبة العلم يقولون هذا كفر نعمة أو كفر نصر فيما بينهم لألا يحمله واحد يكفر الناس الكفر الأكبر باب التفقه في النصوص أما عند العوام تقول ترى هذا كفر نصر وترى كفر نعمة ولا يخرج يتساهلون في الشياء نعم كل مقام اللهم قال واجب على طالب العلم والحكمة وضع الأمور في مواضعها إذا تكلمت أمام العوام لا تجيب لهم الأشياء التي تحملهم على التساهل وإذا تكلمت عند العلماء العلماء لهم خاصية نعم انت الله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم